موسيقى السلام عليكم معكم مصطفى من السويب اليوم راح نحكي عن تمديدات الكهربائية المنزلية وهالشي هدم خلال برنامج ودرس في المدارس المهنية في السويب راح نحود الحالة الاولى معنا هي جهاز انارة مفتاح انارة ومأخذ انارة كيفية تمديد الكهرباء الى جهاز الانرة الى مفتاح الانرة الى مأخذ الانرة بمعنى اخر كيف نوصل لها الحالة هاي من خلال الحالة هون عنا الحالة العملية كيف نمدد الشرائط ضمن التيب ضمن مجاري الاشريطة بس بداية لازم نعرف عن شيء بالسويد هو الوان الاشريطة الكهربائية كيف تعتمد شريط الفاز دائما يؤخذ على انه لونه بني شريط البارد او النتر يؤخذ على انه ازرق شريط الحماية الارضية اصفر مخضر دائما شريط الحماية الارضية لا يمكن تبديل الاصفر مخضر الا بالحماية الارضية لا يستعمل لأي شيء اخر لحتى نقدر نقوم بهالشي هذا لازم اول شي نعمل المخطط الاساسي الى الو في عنا هون الخطوط الرئيسية اللي بعبر عن الفاز بي اي عن الحماية الارضية وان عن النتر في عنا هون المفتاح وهون جهاز الانرة نوصل نحن دائما خط الفاز الى المفتاح مباشرة الى المفتاح ومن المفتاح الى جهاز الانرة ومن جهاز الانرة الى البارد الى نون والحماية الارضية الى بي اي في عنا هون زر تست نحاول نختبال شغلنا صح برائزا تم الامر ننتقلنا حالة اسرع او حالة عملية اكتر شمول في عنا هون اللوحة الرئيسية هون عنا خطوط التيب هون جهاز الانرة مفتاح والمآخذ كيف بدي مدد او عدد الشرق الى الشرطة اللى بدي مدده ضمن التيب من كل مقطع دائما من اللوحة الرئيسية في عنا ثلاث خطوط قادمة للوحة الرئيسية خط الفاز وخط البارد وخط الحماية الارضية في عنا هون نشرح للرموز فاز بارد حماية ارضية وعي ثلاثة مع بعض في عنا هون ثلاث خطوط اذا من اللوحة الرئيسية ما في ناخد الا ثلاث خطوط الفاز والبارد والحماية الارضية بعد جهاز الانرة ما عنا ثلاث خطوط عننا اربع خطوط ليش عنا اربع خطوط لان الارض يصل لجهاز الانرة ويحتاج الى الحامي او الفاز الفاز يصل الى المفتاح ومن المفتاح يعود القboys الى جهاز الانرة وبالتالى يعود خط حر mutاح من المفتاح الى جهاز الانرة وعننا الخطوط الاساسية الزاهبة الى المآخيز بعد ما حددنا عدد الخطوط فينا نعمل test لنشوف شغلنا صح ام لا اذا شغلنا صح منتابع الى الحالة العملية هاي لحنا الباب وهي لحنا مفتاح انارة لحنا مأخذ انارة لحنا التيم اذا هذا الشكل بمثل حالة غرفة عند مدخل الباب دائمة بيكون مفتاح الانرة لانرة الغرفة هم جهاز الانرة بدي تكون موجود ندخل الى الحالة العملية او المخبر العملي اذا هاي الحالة العملية بيعبر عن الدوسة ا او الموزع جهاز الانرة هو عبارة عن موزع يحتوي على مخرج للانرة تيم الواصل بين جهاز الانرة والمفتاح رور ميلان ا او بي دوسة ب او الموزع بي والتي تحتوي على المفاتيح ايضا ومنها الى المعاخذ دوسة سي اذا دخلنا الى الدوسة ا منلاحظ انه الدوسة ا عبارة عن موزع اضافة الى مخرج جهاز الانرة هون مربط او هون اتصالات جهاز الانرة في عندي البارد والراجع من المفتاح اضافة الى جهاز الحماية الارضية في عنه هون الخطوط الرئيسية القادمة الى من اللوحة الرئيسية وهون التيب الواصل الى المفتاح او مفتاح التشغيل اول شي لحتى اقدر وصل هالامور هاي لازم احدد عدد الخطوط الواصلة الى المفتاح المفتاح انه نواصل عدد الخطوط اربعة الخط الفاز اللي منه بده ياخد الكهرباء لجهاز الانرة ويرجع لجهاز الانرة اضافة بدي مدده للمآخذ وفي عندنا خط البارد لونه ازرق بلاحظ ان الفاز لونه بني البارد لونه ازرق والحماية الارضية لونه اصفر مخضر لازم حدد كل شغلي صح اي تحديد خطأ بيعطيني بالنهاية خطأ اضافة الى خط الراجع والخط الراجع لحتى ميزو لعطيلون ابيض اذا بالعودة للدوسة ا لاحظ صار عندي الخطوط موجودة صار فيني وصل الخطوط لنا خط الفاز واصل الى المفتاح وليس الى جهاز الانرة جهاز الانرة اخذ الحماية الارضية وجهاز الانرة اخذ البارد وفيني انا وصل الحماية الارضية الى اعفا البارد الى المفتاح والحماية الارضية ايضا اعفا الى جهاز الانرة اضافة الخط الراجع بوصله مباشرة بجهاز الانرة وعم يعطيني هون اشارة ضوئية لانه الدارة لم تكتمل برجع بروح الى الدوسة بي بلاحظ الدوسة بي فيها عبارة عن المفتاح ولكن حتى اخلص التوصيلات حدد القدد الخطوط في المرة الى الدوسة او الى المآخذ وقلنا المآخذ دائما فيهم ثلاث خطوط اساسية هنا قط الفاز بني وخط البارد ازرق وخط الحماية الارضية اصفر مقدر برجع الى الدوسة بي صار الخطوط موجودة صار فيني تكمل الوصل لنا انه خط الفاز جاي من جاي الى المفتاح مباشرة خط العودة واصل من مخرج المفتاح خط البارد زاهب الى المآخذ خط الحماية الارضية زاهب الى المآخذ والفاز باخده ايضا من المفتاح وبتابع طريقي الى المآخذ وفتح الدوسة سي الوصل وصل طبيعي ما بده اي فلسفة مباشرة الوصل عادي الفاز وين النتر او البارد ونحن نقدي شكلها معروفة هلا بالعودة الى الدوسة حتى يتاكد انه التوصيلات كلها تتامنة بشكل صحيح الدوسة اه توصيلات صحيحة اذا بغلق المخبر وبضغط على زر تست ان انارة الغرفة اذا التوصيلات صحيحة تمت الانارة اذا تمت الانارة اذا بقول انه تم بحمد الله التوصيلات صحيحة وان شاء الله بالحلقة القادمة انا راح ناخد الدرج او ما يسمى بالدركسيون حسب كل بلد شو بيسميه يعني انارة جهاز انارة تشغيل جهاز انارة مقططين او مفتاحين مختلفين وان شاء الله منلتقي على خير قريبة بإذن الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة